اشتركوا في القناة من محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية وأعرب جلالة الملك المعظم عن تهانيه الخالصة لأخيه فخامة الرئيس المصري بهذه المناسبة مثنيا حفظه الله على هذا الإنجاز الكبير والمشروع الحيوي وأهميته في دخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما يرسخ ريادتها ومكانتها على الساحة الدولية ويعزز مسيرة التنمية والبناء والتطور تحقيقا لكل ما فيه الخير والازدهار لشعب مصر العزيزة وأشهد جلالته بما تشهده مصر الشقيقة بفضل نهج فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية وتطور حضاريا كبير وما حققته من إنجازات نوعية في كافة الميادين مؤكدا أيده الله على دور مصر المحوري الفاعل في منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من دعامة وركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة كما أعرب جلالته بهذه المناسبة عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بجمهورية مصر العربية شقيقة من روابط أخوية وثيقة وراسخة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخا وتطورا بفضل الرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر